اهلا بكم بفيديو جديد من الموسوعة العربية الشاملة اليوم سوف نتحدث عن علاج برد المايدة عند الاطفال برد المايدة احد الامراض التي يعاني منها الاطفال مما يزعج الام والاب ودائما ما يبحثون عن العلاج المناسب لبرد المايدة عند اطفالهم لمساعدتهم على الشفاء بشكل افضل ويفضلون دائما استخدام العلاج بالاعشاب والمشروبات الطبيعية لانها امنة على الاطفال ولا تسبب لهم اي اثار جانبية لذلك سنقدم لكم اليوم المشروبات والاعشاب التي يمكن استخدامها لعلاج برد المايدة عند الاطفال تعرض الاطفال للاصابة ببرد المايدة غالبا ما يكون في فصل الشتاء وفترة الانتقال الى فصل الربيع بسبب اختلاف التقسي اختلافا كبيرا لا يمكن لاجسامهم ادراك ذلك التغير المفاجئ برد المايدة عند الاطفال او الكبار هو عبارة عن الاصابة ببعض الالتهابات في المايدة والامعاء وقد تم تشخيص ذلك المراض عند التعرض للاصابة بمجموعة من الامراض وليس مرضا واحدا مما يعني ان الجسم يكون قد تعرض للاصابة ببعض الفيروسات منها فيروس الروتا من الممكن علاج برد المايدة عند الاطفال باستخدام العلاج المنزلي ولكن يجب استشارة الطبيب قبل اعطاء الطفل ايا من الاعشاب او الادوية تجنبا لحدوث اي اعراض جانبية ومن النصائح اعطاء الطفل المشروبات الدافئة والتي تحتوي على المواد المهدئة مثل الينسون والبابونغ والزنجبيل الراحة التامة للطفل وتقليل الحركة تناول الاطعمة التي لا تسبب تهيجا للمعيدة مثل الزبادي تناول العسل للتخفيف من الالم وتهدئة الالتهابات ومن افضل الاعشاب والمشروبات الدافئة التي يمكن الاعتماد عليها لعلاج برد المعيدة عصير الليمون عصير الليمون البارد والدافئ لهما نفس المفعول في محاربة الفيروسات والبكتيريا الموجودة في المعيدة مشروب النعناع له تأثير كبير في حالات برد المعيدة مشروب الينسون يقلل حدة تقلصات المعيدة مشروب البابونغ يعمل على مكافحة التهابات المعيدة وعلاجها والسرخاء العضلات مما يقلل من الشعور بحدة تقلصات المعيدة مشروب الريحان يقلل من الاعراض الناتجة عن برد المعيدة مثل القيئ والاسهال اذا اعجبكم الفيديو لا تنسونكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وايضا تقدروا تتبعونا على السوشيال ميديا انستجرام فيسبوك وتويتر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة